أستاذ تجديد حسيني نريد أن تعطينا المضامين الأساسية لتبنىها تقرير الأمين العام لأمم المتحدة في قضية صحراء المغربية فعلا التقرير الذي أنجزه السيد الأمين العام لأمم المتحدة بخصوص الملف في الصحراء المغربية جاء واضحا فيما يتعلق سواء بالمراحل التي قطعها مبعوثه الشخصي في عملية البحث عن حل سياسي وواقعي وعملي بالنسبة لقضية الصحراء ولكن أكثر من ذلك جاء ليعطي نظرة تفصيلية عن ما يجري في المنطقة وفيما يتعلق مواقف الأطراف سواء فيما يتعلق بمشكلة إزالة الألغام أو بمراقبة احترام الأطراف لالتزاماتهم وهنا ينبغي أن نشير إلى أن التقرير كيفما كان الحال أثبت عدة مخالفات من طرف البوليزاريو فيما يتعلق بما وقع على الاتفاق في الوثيقة العسكرية رقم 1 التي وقعت منذ سنة 1991 وخاصة فيما يتعلق بوجود بعض الإرهاسات عن وجود عمليات لدى الطبيعة لمجموعات إرهابية وهذا يؤثر على استقرار والسلم في المنطقة ككل ولكن أكثر من ذلك تقرير الأمين العام أشار إلى أن استمرار مهمة من يرسو بشكل أفضل يتطلب رفع ميزانيتها التي يرى أنها يجب أن تصل إلى حوالي 56 مليون 400 ألف دولار وفيما يتعلق بالنقاط الأخرى التي من خلالها استكشف ما يجري في عين المكان تأكد عن طريق مبعوته الشخصي بأن عملية تنمية الاقتصادية والجماعية في الإقليم خاصة بعد زيارته لكل من مدينة الداخل والعيون وبعض المناطق الأخرى تبيننا أن مسيرة التنمية الاقتصادية والجماعية تسير بشكل ملهل بالنسبة للوضعية الحائية للمنطقة ومقارنة مع ما كانت عليه عند مغادرة إسبانيا سنة 1975 في وقت لم تكن هذه المنطقة تتوفر فيه على أي بنيات أساسية أو أي منجزات اقتصادية أو اجتماعية أو حتى على بنيات سكانية مقبولة وبالتالي هذا عنصر مهم فيما يتعلق بما يبدو له المغرب في إطار ممارسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فعلا هذه المظاهر السلبية لما تمارسه البوليزاريو سواء في مخيمة تيندوف أو عبر ما يسمى بالمنطقة العازلة أو المناطق المجاورة لاحظنا على أن المبعود الشخصي وكذلك المينيرسو أثبتوا في تقاريرهم عدة ملاحظات فيما يتعلق بتطبيقات حول الهجرة السرية لنقل أشخاص من جنوب الصحراء نحو أوروبا وكذلك إمكانية وجود حالات كثيرة من التظاهرات والاحتجاجات من طرف ساكنة تيندوف بخصوص وضعية المفقودين وبخصوص تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية داخل تلك المخيمات الشيء الذي أثبته كذلك التقرير سواء فيما يتعلق ليس فقط بالنسبة للتدهور وسائل التغذية والسكنة إلى آخر ولكن كذلك تمنعي احترام حقوق الإنسان في هذه المخيمات ولكن ينبغي أن نشير في نفس الوقت إلى أن التقرير أشار إلى الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأوروبي سواء فيما يتعلق بميدان الفلاحي أو بقطاع الصيد البحري واعتبر أن المصادقة من طرف الاتحاد الأوروبي والبرلمان بالخصوص على هذه الاتفاقيات يؤكد أن ممتلي ساكنة الصحراء يساهمون بدورهم في آلية اتخاذ القرار في تقريره العام العام يعتبر على أن الحل المشكلة الصحراء المغربية هو ممكن ويتطلب الوقت في نظركم في أي تيهة في التوصية للمجلس الأمن شيء يشير بكل تأكيد إلى أن الحل الذي ينبغي لنبعوت شخصي أن يبحث عنه في إطار هذه الجولة التالتة من لقاءات جونيف ينبغي أن يركز على الحل السياسي الذي يجب أن يكون حلا واقعيا وعمليا وقابلا للتطبيق وفي نفس الوقت مؤسسا للاستقرار والسلام في هذه المنطقة في العام العالم وهنا شخصي لا أعتقد أن هناك أي حل يمكن أن يضمن توفير كل هذه الشروط دون اقتراح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لكن من جهة ثانية لاحظنا في تقرير الأمن العام أنه يطالب مرة أخرى بأن تكون جديد ولاية المينيسو لمدة سنة كاملة وأعتقد أن الأمن العام محق في ذلك لأنه الآن فقط مرة الأولى الجولة الأولى والجولة الثانية وسيضطر إلى عقد الجولة الثالثة في شهر يونيو مع أن الجهة الأم سينعقيد الآن لمناقشة موضوع لم تكتمل عناصره وبالتالي أعتقد أن الأمن العام محق في ذلك لكن ربما نتيجة للضغط الأمريكي الذي كما قلت سابقا لأسباب لا علاقة لها من الصحراء لها علاقة بموقف رئيس ترامب من الدعم المالي لأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام في مختلف بلد العالم واعتبار أن الصحراء تعرفوا هذا الموضوع منذ أكثر من 40 سنة وبالتالي هناك إلحاح على نقص في حين الأمن العام يطالب الآن برفع ميزانية المينيرسو وأخيرا يمكن القول بأن تقرير سوف يلح مجددا على الأطراف من أجل أن تبدل جهودها من أجل التوصول إلى تسوياء ولكنه الآن جاء واضحا في التقرير على أن هذا الطلب لا يوجه فقط إلى دول معنية مباشرة ولكنه يوجه إلى الأطراف وإلى البلدان المجاورة وكذلك إلى المجتمع الدولي وهنا أعتقد أن الفرصة ستكون سانحة لكي يتم منع من الضغط من أجل تعرف على كون مبادرة الحكم الداتي هي أحسن وسيلة لإقرار ما بتقرير المصير لأنه حتى في ممارسات الأمم المتحدة نفسها تقرير المصير لم يكن أبدا لاستفتاء تقرير المصير